اشتركوا في القناة كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض سحر العنوسة أو عدم الزواج وفصلنا طبعا تفصيل دقيق كده يعني على موضوع هل السحر عند العروسة أو العريس إيه العراض اللي ممكن تميز بين هل السحر العريس المسحور أو العروسة المسحورة الموضوع ده احنا طبعا نقولنا فيك تجريبا 8 عراض وهو تقريبا فيه حوالي 20 عراض منهم يخص البنت وعراض تخص العريس طبعا اللي الدارج عند الناس أو المعروفة عند الناس إن سحر العنوسة بينعمل للبنت بس إن البنت هي اللي ما بيجلهاش عريس أو متتجوزي أو غيره لكن لازم ناخد بالنا إن السحر ما بيفرجش بين بنت أو ولد يعني لو هو عايز إنه يعمل سحر للعريس بيعمل سحر العريس طيب إزاي نقدر نفرج إن فيه العروسة دي مش هي لمعمولها السحر والعريس اللي جاي ده هو اللي معموله السحر طيب إن نفرجوا إن فيه عراض بتظهر على العريس وعراض بتظهر على العروسة لازم نقدر نشوف هل العريس ولا مصحور عشان نقدر نعالج العريس نفسه ولا المشكلة عند العروسة نعالج العروسة نفسها طيب ممكن تكون مشكلة متأصلة بالأم أو الأب يعني السحر عشان يقدر يمكن السحر أكتر من المصحور ممكن ما يعملش السحر للبنت يعمل السحر للأم وكدي حالات طبعا كان بيجينا كتير وإحنا بنعالجه الحالات دي بنشوفه يعني كل يوم بتلاقي جديد في المسألة دي تليه السحر كل ما الشيخ اللي بيعالج بيبتكر في علاجه ويوصل لشيء معين السحر بيجيب أصعب منه لإن السحر معاه إبليس إبليس بيعرفه بيدلوا خطة أو شيء معين يمشي عليه أو برنامج معين يمشي عليه لو الشيخ عرفوه وبتدوا يعالجه بيه وخلاص عرفنا إن ده السحر ممكن يعمل كذا إبليس بيدلوا فكرة تانية أو خطة تانية أو موضوع تاني يبدأ يشتغل به زي قبل كده ما تكلمنا عن الربط العكسي والربط التأثيري عند العريس أو العروسة أو الزوجة قبل كده كان الشيخ أو الساحر بيربط العريس بس فلاجأ خلاص أول ما بيربط العريس بين عرف إن هو تربط ينفرحه ويبعندوش قدرة على الجميع فيبيأخذوا العريس ويودول أي شيخ يعالجه والقصة بتنتهي عند كده وخلاص طيب إبليس ابتكر شيء تاني إن هو يربط العروسة يخلي العروسة هي المربوطة مش العريس فالعريس طبيعي جدا لكن حاسمها ربط التأثيري اللي احنا قلنا عنه إن هو أول كأنه أول بيلمس العروسة أو شوفها بيحصل عنده ارتخاء أو بيحصل عنده يعني عدم قدرة على الجماعة ديت طبعا لما تدلا نعالجه فيها برضو إن احنا قلنا رماعة فيه فرد بين ربط العريس وربط العروسة إن دي لها أعراض ودي لها أعراض فيه ناس بتعيش بالربط ده أو عدم القدرة على الجماعة دي سنين يعني والله أنا علشت حالة عشر سنين وخمس سنة سنة مربوط ما عندهش قدرة على الجماعة ومش شرط يكون عريسه وبعدين يتربط أو عريسه وما عندهش قدرة على الجماعة لا لا ده ممكن يكون خلاص هو بلا إنسان طبيعي وخلف كمان وبعد كده يبع عنده قدرة عدم قدرة على الجماعة وبعدين الجن يبتكر في الموضوع ده يبتكر فيه إزاي يعني ممكن يخلي الرجل طبيعي هو ملوش نفس الزوجة هي اللي ملوش نفسه يحصل مشكلة بينهم دايما يجي عند الجماعة يحصل مشاكل دي كلها بتحصل أثناء الجماعة أو غيره عشان خاطر يبعد الزوجة عن الزوجة ويحصل مشاكل بينهم ويحصل طلاق وطبعا يخرب البيت وطبعا بيبوز المجتمع كله والمجتمع كله بيبقى لما بيحصل الطلاق بيبقى مجتمع مهلهل وملوش يعني بفيش تماسك بين الأب والأم أو الأولاد وبيحصل خراب البيوت وكده نعم إبليس عليه من الله ما يستحق كل ما بيلاجي الإنسان ده ابتكر أو اللي بيعالج ابتكر شيء معين أو طريقة معينة في العلاج أو اكتشف إن هو بيعمل إيه يبدأ يبتكر شيء جديد عشان خاطري يبدأ يأثر أو يبدأ ينفذ سحره لأن هدف السحر وهدف إبليس إن هم ينفذوا السحر على المصحور طيب عينفذ السحر إزاي وهو أصلا خلاص ده اتكشف وعرف طريقة ونعرف طريقة علاجه ونعرف إن ده سحر أعرضه وكذا بيحصل له وكذا فلازم الشيخ اللي بيعالج أو الإنسان اللي بيعالج يكون فاهم الصورة اللي قدامه فاهم بيبتكر بيبحث على كل يوم جديد مش واخد الموضوع شغلانة اللي بيجيله عليه جن بيقرأ عليه قرآن ويطلع من علي الجن وخلاصه الموضوع بينته عنده لا إبليس بيبتكر كل يوم جديد ودايما بنقوله هو إن السحر يا جماعة مش جن بس السحر ده مرض متأصل في جسم الإنسان وبيكون هو رابط السحر ألسم السحر ده بيكون هو الرابط بتاع الجن فما يجيش الشيخ يطلع الجن مع المريض ويسيب السحر زي ما هو وبعد كده يقول لك أصال السحر ده معمول بنجاسة ومعمول سفلي ومش عيطلع خالص ولا عيسيب الإنسان ده بيوت بالضبوز وبيوت بالضيع وحياة بتتضمر عشان خطر الشيخ مش فاهم أو الشيخ مش عارف يوصل لحاجات اللي بيعملها إبليس أول باول عشان كده دايما الشيخ لازم يقرأ ولازم يبحث ولازم يجدد من نفسه ولازم يجدد من قراءته ولازم يفهم الناس اللي بصحورة ديت أنت عندك إيه وإيه طريقة علاجك وإيه اللي ينفع معاك وإيه اللي مينفعش معاك كل يوم إبليس بيأتي بشيء جديد لما احنا تكلمنا قبل كده وجلنا أن الأصل أن إبليس ممكن يجيب لك طين مش من طينك يعني عشان خطر يعمل لك سحر بروح يجيب مثلا رملة أنت إنسان عايش في مكان طمي مثلا أو طينة مثلا طين طمي يروح يجيب رملة أو مكان فيه صحر ويحط الرملة ديت يدفن الرملة ديت في الطين بتاعك أنت أو المكان اللي أنت حياتك عايش في طين فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ أنت كأن فيه شجرة بتنشف أو أنت إنسان بتنشف في المكان ده لأنه وجب طبيعة غير طبيعتك يبحث على أي شيء جديد عشان خطر يضمر بيه حياتك لو أنت مثلا إنسان عايش في بادية مثلا أو صحر يجيب لك جن من الحضر عشان خطر ما يتأقلمش معاك لو أنت عايش إنسان في حضر يجيب لك جن من بادية أو من صحر أو غيره عشان خطر ما يتأقلمش معاك ويبدأ يضمر حياتك ويبدأ حياتك تضيع حياتك ما عادش لك نفس تتكلم ما عادش لك نفس تعيش في المكان ما عادش لك نفس يعني تعيش حياتك كأنك إنسان عادي لأ هو يبدأ يأثر على حياتك يأثر على الجهاز العصبي عندك يأثر على الجهاز الهضبي يأثر على الجهاز التنفسي عشان خاطر تبقى إنسان على طول دايما المخنوق مش طايل نفسي تعبان مش عايز نكلم حد عايزة نقعد لوحدي عايزة 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 لما تحس إن إنسانة منفصلة عن المجتمع من ضمن الأعراض أو من ضمن الأسيات اللي احنا لازم نأكد عليها إن الربط مش لازم يكون عند العروسة بس ولا الزوج بس أو الزوجة وإن سحر عدم الزواج مش لازم يكون عند البنت بس لازم لكن ممكن يكون عند البنت والولد وطبعا دي لها عراض ودي لها عراض المرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا على بعض العراض اللي هي تخص عدم الزواج وإحنا قولنا حوالي 20 عرض أو أكتر إن شاء الله نتكلم فيهم برضو عشان خاطر الناس تبدأ توعى وتبدأ تعرف أنا عندي مشكلة ولا ما عنديش مشكلة أول عرض احنا تكلمني فيه المرة اللي فاتت اللي هو التوتر وعلى طول إنسانها متوترة وبنترفزها مش عايز تكلم عدو ومخنوجة ومضيجة والكلام ده كله تاني تاني عرض إرهاق عام يقولك أنا مش قادر نتحرك مش قادر نجوم من مكاني تعبانة معليش نفس مثلا ناكل ما ليش نفس نشرب كل ده من ايه لإنه السحر أو الجن بيأصل على الجهاز العصبي عندها عشان ما تقدرش تقوم بحياتها الطبيعية تالت عرض إحمرار في العين تلقى على طول دايما عينها حمراء أو عينها تحس إنه مش طبيعية مش عين بني آدم ديت أو عين إنسان رقم أربعة إصفرار في الوجه دايما تحس إنه وجهها مريضة تحس تقولك البنت ديت ما فيش الدموية مش في وشها مالهاش الطلعة زي ما بيقوله النساءنا يقولك مالهاش طلعة مالهاش بهجة مالهاش شكلها مش كويس ليه دايما وشها أصد دايما تحس إنسان مريضة دي عجيب لك عين مريض دي عجيب لك المرض ما تاخدش فلانة ما تعملش فلانة وده اللي بيحصل فعلا لإن الجن أول ما العريس بيشوف العروسة بيغير شكلها عشان خاضر يبدأ يخلي الإنسان يكراها اللي قدامه ده واحد يقول يا شيخ طب هو يعني هو يتحكم في الأقدار ويتحكم في الإنسان نفسها يغير شكلها آه النبي السلام يعني لما سحر غير حياته غيرت حياته كان يهيأ إليه أنه يأتي زوجاته ولم يأتيهم سيدنا موسى لما سحر شاف السكن متحرك وشاف المتحرك ساكن وده طبعا سحر صحر لعينه صحر لعين سيدنا موسى فرأى المتحرك ساكن والسكن متحرك فده كله بيقول إيه بيقول إن إحنا فيه آه السحر يقدر يغير شكلك يقدر الجن يغير لونك يقدر يغير نظرتك يقدر يغير سلوبك يقدر يغير طبعك يقدر يغير حياتك كلها لأنه هو ده جن تلبس بيك مبتدى يفرض عليك واقع مش بتاعك واقع هو جاي بيه أو برنامج جاي بيه من عند السحر علشان يطبقوا عليك وللأسف إن الجن زكي جدا ما بيجي لكش مرة واحدة كده يضمر حياتك مرة واحدة لا ده هو بيبدأ ياخدك واحدة واحدة لما تحس إن حياتك طبيعي متضمرة طبيعي أنت إنسان ضعت طبيعي أنت خسرت فلوسك طبيعي أنت زهاجان من زوجتك مش عايسة طبيعي أنت زهاجان من بيتك طبيعي عايزت تكره فلان أو تحب فلان فده كله الجن بيضبقوا عليك فالجن يخلي لون البنت مش كويس يخلي لونها أصفر مثلا أو لونها مش طبيعي يخلي والشعر طول فيه تجعيد كل ده من الجن ممكن يعمله فيه رقم خمسة اللي هو زيادة غير مبررة يعني خسية أو زيادة تلاقي البنت تخينة وبعدين تخسط مرة واحدة لا هي رفيعة وتخنت مرة واحدة كل ده بيأثر عليه الجن في جسم الإنسان حب الوحدة أنها تحب دايما تقولك أنا مش عايزة نتكلم مع حد ما ليش نفس نقعد مع حد نقفل على نفسه نقعد كل ده بيبقى من إيه؟ من آثر سحر عدم الزواج وده بيلاقي أن البنت ما بيخليهاش بنت لا بيخليها إنسانة كئيبة وطبعا كتير بجدد من يعني من بناتنا وكده بتاخد الموضوع أني أنا مش عايزة نتكلم مع الناس أنا ما ليش نفس نتكلم ما ليش نفس نخرج ما ليش نفس نلبس ما ليش نفسي كذا فيبدأ الموضوع يطبق عليها وتعيش حياتك كئيبة دي لا أنت بنت أنت بنت عيش حياتك الطبيعية مع أهلك وفراحي وتحكي والبسي أنت بنت لو ما لبسيش دلوقتي وضحكتي وهزرتي مع أهلك وبقالك حياة البنتية هتعيشيها إمتى؟ فالسحر بيغير المكان ده عند البنت بيخليها إنسانة كئيبة يقولك أول ما بتشوفها كده إنسانة كئيبة حتى النساء يعني ممكن البنت تتجمل لما يشوفها عريس أو غيره لا ده هو اللي بيشوفها أكتر أو اللي بيختار النساء مثلا الأم تقوله أنا شوفت بنت فلانة مثلا دي كويسة جدا دي شوفت بنت فلان فالنساء اللي بينقوله الصورة طب هي نجلة الصورة اللي جيتك في بيتك بنت كئيبة شو أخذ بالك من نفسك؟ شو أخذ بالك من لبسك؟ ما بتطحكيش؟ مكشر على طول كل ده بيأثر على حياتك وكل ده بيكون أثره السحر والساحر عليهم الله ما يستحقه طيب رقم تمانية أو رقم سبع البكاء من يجدون سبب يقولك أنا جاعد الواحدي بنيبكي مش عارفة بنيبكي دي طب في حد مزعارك لا طب إيه أنا دموعي نزل وخلاص بنيبكي من غير سبب والوقت ده بيكون أكتر وقت من بعد العصر أو ساعة يعني نزول الشمس أو غروب الشمس ده لأن الشمس بتغرب بين قرنين الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالبنت بتتأثر بالمسألة دي والوقت ده بيكونوا الشهدين فيه منتشرة فالبنت بتاخد جنب لوحدها تبكي من غير سبب من غير محد زعالها أو كده رقم تسعة أو رقم تمانية كره الأم أو الأب تقولك أنا كره أمي أنا بنكره أمي ممكن تدي على أمها ممكن تضرق أمها تكره أبوها مش عايزة نصيحها من حد مش عايزة نشوف حد من اللي بينصحوني اعملي كذا لا مش عاملة كل ده بيبى سببه سبب الجن عشان خاطر يخليها أسلوبه مش كويس عشان خاطر أعلىها كمان يبدأوا يكرهوها وتبه إنسانا مش طبيعية رقم تسعة عدم سماع النصيحة من حد هي مش عايزة تسمع نصيحة من حد عايزة تعيش الوحيدة عايزة رأيها بس هو اللي يمشي مهما حد نصحها مفيش نص لا أنا رأيه هو اللي يمشي وأنا الصح ممكن بتغير في طريقة لبسها ممكن تغير في طريقة كلامها ممكن تغير في سلوب أعرضها على الناس أي مشكلة تتحكم في رأيها كل ده بيبقى سببه سببه السحر والجن اللي معاها رقم عشر الإهمال الشخصي إهمال الشخصي إنسانة خلاص ما عادش بتلبس ما عادش مثلا بتخسل ما عادش بتدخل حمام زقضة بيأزة الناس ما عادش بتوجب في صدمة راية حتى ما عادش خلاص هي خدت إيه ما عادش حتى شعرها يعني تترحه أو يعني تتم بمزارة لا ما فيش الكلام ده كله هي باجت إنسانة عبارة عن حاجة جاعدة في قوضة أو على سرينها وخلاص حد طلب منها شيء تتعامل معها بعنف وده بكل كله تأثيره والكلام ده اللي جوفوا بيوتنا كلنا أو أكترنا يعني دايما لما يكون بنتك كده خد بالك منها شوف إيه الموضوع بالزبط هل هي صحرت ولا لأ هي كانت إنسان طبعية تغيرت ولا ما تغيرتش كل ده بيكون تأثيره السحر والجين طيب رقم 11 نزول الشعر تقول لك أنا كان شعري كويس جدا وبعد كده بتدي شعر كله ينزل الشعر بلو أسباب أو نزوله لها أسباب ممكن ضعف في الشعر نفسها أو ضعف في فروة شعرها نفسه لأن السحر أو ما بيدخل الدم بالنجاسة دي بيضعف الدم بيخلي الإنسان عندها أنيميا وطبعا أضعف شيء في جسم الإنسان هو الشعر فيبدأ أكتر شيء يتأثر في جسم الإنسان هو الشعر فيبدأ الشعر تسقط من الرأس وده بيبقى نزول يعني نزول غابي جدا ونزول قوي جدا عشان خاطر بوصيلة الشعر نفسها مش وصلها دم ولو وصلها دم بتكون دم نجس ومش كويس طيب رقم 12 دوال السقين يعني البنت تبقى رجلها أي بنت بتبقى بتمامة بمعظارة بتحفظ على جمالها بتحفظ أن يكون رجلها كويسة شكلها كويس إيديها مثل عروق بتبقى شكلها وعش كلام ده كله فالجن يعمل إيه يخلي إيديها على طول عروقها فيها منتفخة خليها لونها مش حلو خالص يعني لون بنت أو يخلي عروق رجلها اللي هي الدوالة دي تظهر بكسرة وظهر جدا أي حد يشوفها يعني تبقى مش كويسة فده بيبقى سبب السحر لو الدوالة دي تسابتة على طول هي سابتة عندك انت خدت تعليش ما تعليش السابتة دي يبقى الدوالة وخالص ده مرض عضوي لكن لو الدوالة دي بتروح وتيجي عندك بتظهر في أيام وتختفي في أيام لو استحميته بماءة رقية بتخف شوية كله يبقى ده سببه إن فيه سحر عندك والجن هو اللي بيعمل الكلام ده طيب رقم 13 الشعر الزائد دايما البنت هرموناتها بتتغير أول ما بي إن عملها السحر المعمول بعدم الدم دورة أو منيزينة أو غيره تبدأ البنت نفسها كإن هرمونات زكورية فهرمونات الزكورة تزيد في جسمها ويبدأ وهرمونات الأنوسة تجل فيبدأ الشعر يزيد في جسمها تلاقي الشعر الزائد في جسمها بكسافة ممكن تلاقيها كإنها إنسانة مثلا فيها شنب أو لحية بتبقى ظهرة جدا أماكن اللي هي الحساسة في جسمها تلاقي الشعر زائد ويبقى شكله مش طبيعي يعني شكل بنت أو غيره وده بيكون تأثيره برضو إن السحر نفسه زود هرمونات الزكورة في جسمها ويبقى العكس عند الولد الولد يبقى إنسان مفهوش شعر أو كده لأنه بيزود يعني هرمونات الأنوسة عند الولد وبينجص هرمونات الزكورة وبيحصل مشاكل طبعا حتى في الخلفة بعد كده وغيره رقم 14 حب الشهوات اللي البنت دايما تبقى عندها حب أو ميل للشهوات دايما تبقى عندها ميل إنها تنظر مثلا يعني لما حرم الله تنظر للشيء اللي هو مش كويس دايما تبقى عندها حب حب للشهوات وردة ناخد وردة ونكمل وردة عليكم السلام وبركاته هاتفضالي هاتفضالي سمع يا شيخوات انا نحو اكلمك ومشاكل اكلمك والله العظيم ربنا احفظك وبرك فيك يا وردة يا رب بصراح أنا ما تابع معكم زمانه ونفس اكلمك واندي مشكلة وفرد اعمل فردنا إن شاء الله انت هساعدني فيها إن شاء الله خير نقدره إن شاء الله بإذن الله اتفضالي أنا كنت متجوزة في مواقفة مع طليجي وطلقت لي تسعة سنين تمام وجاتني عشان كثيرة وكل ميزة واحدة وفق عليس ميزة وليزة وفق عليها تعجب واتخططت مرتين وقال كده إن أنا بيس كوابس الميزة مش كويسة وحلام كثيرة مش مظبوطة وصاعة بابا مش ترجع حد في البيت وكده طيب أحلام الجماعة دي بتحلميها يا وردة أيوة من أحلامها على طول طيب البريت عندك الدورة مظبوطة ألا بتلغبط لا لا الدورة لغبطة معي شوية وجالي نجيب قبل كده عالية ستة شهور ورمحت كثير بيه بس لي طيب في ألم في الليكي من تحت على طول يا وردة لا أنا في ألم في بغر على طول ومعذة 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 انت تخليش عريض طيب بتشم ريحة وحشة على طول أنت يعد في البيت أنا خيري على طول بس بها راحة كريحة ماشي يا وردة بص يا وردة هو كده في سحر مع حضرتك يا وردة والله أعلى من الساحل معمول بنجاسة وكده ومدفون يعني دي أعراضه يعني بس أنا مجا عجوة في شعري في كل شهر ومجص احتصالي تاني عجدة كبيرة مع عجدة زي السك الموان كده فيها هو الجن اللي بيعجات هديات يا وردة طيب الشعر نفسها بتكون معجودة كذا عجدة الشعر نفسها ولا عجدة في شعر كله الشعر نفسه وقفايا من تحت طيب وريش يا خوة ما اسمع ريش وزعبير ما يتصلح غير طبعية ومجمع لما تسمع رقية إيه لما تسمع إيه لما اسمع صوت ريش جا وزعبير ده شطان يا وردة ده ما نجدعب السحر ده يا وردة لا أنت استعيني بالله كده وإن شاء الله التعالج يا وردة أنت منين يا وردة أنا من تابع منطلوت أسيوت وكلامت الشيخ سعدي تابعت في المركز وكلامك لازم أنا عادت يا عاجل الشيخ أبو الحوج لازم تروحي المركز بقى في جنة يا وردة طب أنا عادت أشطك هناك إنت تروحي إنت هناك أنا إن شاء الله خلال أسبوعين ثلاثة ممكن إن شاء الله نروح نقعد ثلاثة أطبع تيام في جنة بإذن الله في المركز هناك فتواصل معنا يا وردة والأرقام عند حضرتك وإن شاء الله بإذن الله حتى لو الشيخ سعدي هناك روحي وإن شاء الله يعالجك موضوعك يعني بسيط مصطعب يعني يا وردة الشيخ سعدي يعني بسم الله إن شاء الله يعني أخ محترم وأخ متمكن وإحنا يعني متعلم تعليم كويس ويعني بينفذ يعني فإن شاء الله خير بإذن الله أخ رجب أنا منتظرك سامو عليك أنا منتظرك يا رجب إزيك يا مولانا أخير بارك خيالك الشرف ليه أنا أفندم أخير مالله يكرمك ربنا أحفظك إزيك حضرتك طيب أنا عايزك تسيب رقم يا رجب عشان عايزك أنا ماشي أفندم بعد الهواء تلمني على رقم زي 11 ماشي أخير ستات آه تمام كنت يا مولانا عندي حالة بش الست دي عندها سبعين سنة كويس تمام الست دي موردة بالها عشرين سنة مم الست دي على لما استدعاني لها ابنها يعني فحضر عليها مارك خطبها لحضرتك ولكن أنا علم ضعيف يعني خطبها لحضرتك ولكن انت عملت على مكادر مصطفع ولكن الست دي في ميا بزيج في جسمها بطريقة غريبة جدا الدكاترة مفيش سبب طوبي سبب طوبي لهذه الميا يعني تيجي من نين يعني الرجلين بتورم البطل بتورم خطبها لحضرتك جسمها تهيل جدا تحلم ان في حد في جهة في المنام بيطول بيطول فيه خالص وينزل لها ينزل لها الأرض ويتعرصها في جسمها جامد وحاجة يعني حالة صعبة جدا ولكن أنا قلت لبناء الله على حضرتك وقال لي طب اللي عليك نرمي الشخراضي وهي يعني أمو السر ان هو يقابل حضرتك طيب بص رجب الست ديت والله أعلم يعني لو انت بتكلم في الصورة ديت هو من فيش مارد حضر عليها ولا حاجة عشان ما تجلقك تمام هو ده مش مارد هو ده شيء نفسي أو ضغط نفسي يعني ايه من الضغوط اللي حواليها وهي ممكن تكون عندها سحر ودي ممكن تكون أعراض سحر عندها وبس ده مش سحر حد عمله لها يعني الأعراض التي تتكلم فيها ديت مش سحر حد عملها لا ده ممكن يكون حد حضر عليها جن أصار أو فحته في مكانه ولا حالة أو كانت موجودة أو حد حضر عليها يا السيد تعالى ما سمعت منها انها دخلت الحمام لا 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 ده مش جن حمام ولا جن سحر اللي هيعمل معها كده ده مش جن حمام ولا جن سحر ده جن حد حضره عليها عشان يضلع مجبرة أصار ولا حاجة فده هو ده اللي بيعمل كده تمام اللي عليك يا مولانا بالنسبة لل السؤال اللي سألولي يا أحد المشايخ إزاي الجن بيعرف أن بكر هيحصل مع المريض كده وبالمريض الجن بيعرف إزاي أن ده بكر هيحصل وهذا شيء غيبي اعرف الجن هذا يحصل مع المريض غدا وأنا جاي في الطريقة أنا عملت بس مباشرة على الصفحة وتكلمت في شبه القصة بيت لكن أعنأكد عليها راجب حاطر تمام جزاك الله أسيب الرقم في الكنترول نعم أسيب الرقم نعم الله هيا أخذ الرقم منك اتصل بهم راجب تاني هيا فلو اتصل بهم تاني هو هيا أخذ رقم محمد الشاهد طيب الأخ راجب بقول أو في بعض المشايخ بقوله إزاي الجن بيعلم بيعلم الغيب يعني هو جن بيعرف الغيب لا هو مش بيعلم الغيب لكن إحنا زي ما قلنا إن الأخضار ديت أخضار بتنزل سنوية يعني فيه قدر بينزل سنوي يعني ممكن القدر ده يكون نزل من ليلة القدر ديت نزل اللي عيحصل في السنة دي كلها تمام طيب إنه أنزلناه في ليلة القدر نزول ليلة القدر ديت النزول اللي هو أخضار الناس كلها السنة كلها وفيها يفرق كل أمر حكيم اللي هي ليلة القدر كل أمر بينزل السنة دي كلها في ليلة القدر السنة اللي بعدها بينزل برضو نفس القدر في السنة كلها اللي عيحصل السنة اللي بعدها طيب الجني بيسترق السامع بيسترق السامع طيب فيه أقدر بتنزل يومية وفيه أقدر بتنزل كل يوم إنه هو في شأن فيه أقدر بتنزل كل يوم أقدر بتنزل كل شهر أقدر بتنزل كل 2 وخميس أقدر بتنزل كل يوم العاصر مثلا فالجني بيسترق السامع لما بيسترق السامع اللي هو اللي ربنا جعله للشهب والنجوم دي تسعقه بيطلعوا على رأس بعض لما يوصلوا إنهم يسمعوا إيه اللي عيحصل ربنا بيقول للقدر بيسمعوا إيه لا يحصل فالساحر جاعت فيه ناس من الصحراء دول اللي هم المنجمين الساحر غير المنجم فالمنجم ده شغلته أنه بيسترق السمع أو معاه خدمة من الجن أو الشياطين بيكون إبليس مصخرهم له من الشياطين مش من الجن كمان أو من المرضى بيطلعوا على رصب بعد لما بيسترقوا السمع لو الجن سمع القدر ونزق جاله للساحر هو خلاص جاله للساحر طب لو ربنا ارسله شهاب أو ارسله نجم يحرقه خلاص الخبر ما بينزلش وبيبوت به هذا الجن أو هذا الشيطان فده هو ما بيعلمش الغيب لكن هو بيعلم اللي عيحصل اللي هو بعد يوم ولا شيء اللي ربنا نزل القدر إنه عيحصل بكرة كذا فيبدأ يسترق السمع وقول للساحر عيحصل لفلان كذا فيبدأ الساحر يقول لك آه عيحصل لك كذا وكذا وكذا وتبدأ أنت تصدق عشان خاطر يعني إيه تقول ده هو ساحر كويس وبيعرف كل شيء وده عينفعني مع أنه ما يعرفش أي شيء أصلا والجن بيكذب عليه عشان قادر يعني يأكد كذبه وكفره نعمة فضلي يا نعمة فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي جزي حضرتك ربنا أحفظك وبرك فيك يا رب جزي صحة الحمد لله فضلي يا نعمة أقول لحضرتك أقول لحضرتك أي شيء سمعك سمعك ألو أقولي يا أقولي من التليفون يا نعمة سمعك أقول لحضرتك عندي بنتي تكرر معها حملين عنقضيين كده ثلاث مرات ونفل يعني بدأت إلى أطباء يعني ما فيش أي حاجة من دخله حمل أه أقباء أه حمل تسجد في شهر كان طيب نعمة يبقى كده يبقى كويس كده كده كان اسمه كده ويتجبع كده يتبهزل يعني يبقى أجزاء أجزاء ونه يضطر الدكتور ينزله ويقول لي سابتك قامل كل حاجة فيه وقرونسة بعد ما دخله لجينا ورقة فوق المطبخ في حاجات كده وقالوا لنا ده يا سحف وبس للأسف بقى جوزها حرجوا ونزلوا كده في الحاضي يعني غلط 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 أه مه 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 ما قالوش بي يعني طيب تمام إنت منين يا أختي منين يا أختي نعمة أنا من أصل عن هذا يا شيخ هرابي طيب وصي أختي نعمة والله أعلم أن آه في الأوراق ديات والقصدي كلها كنت معمولة لبنتك عشان بتتجوزي عشان بتخليفش فهو ده الجن بيحرق أو بيوقف النبض للجنين أو بيحصل أنه بيضمر النطفة دي أو العلقة دي في الرحم عند الجن أقول بي آه فيوقف الدم بقى يوقف الدم الحبل السوري للجنين لما يكبر شوية كل ده كل دم احنا تكلمنا قبل كده إزاي تحكم الجن هو داخل في النطفة داخل الرحم وده بيكون من الجن يعني فهي موضوع إن شاء الله يكون بسيط لو تعالج صح فلو أمكن بيقولي بيقولي قبل ما نيجي يعني إن شاء الله جينا قبل ما نيجينا جينا إن شاء الله أنا عنتكلم وعنيعلي إن شاء الله على الشاشة ربني أحفظك ولو تجينا إسكندرية أو البحيرة بتاعتها أمريكاية يعني بيكون موجود في إسكندرية الحد والخميس يعني لو أمكن تيجي مفيش مشكلة الرقم على الشاشة هتحاولي توصل معاهم إخت نعمة وإن شاء الله حل اللي بيمتك بإذن الله يكون بسيط وده هو هو الشكل الظهر لأنه طبي لكن ده جن هو اللي بيعمل كده وإن شاء الله يتعالج بإذن الله بدأ الخطي بالأسباب الطبية يعني الأهم شيء فقصة إن الجن يعني يسمع أو الجن يعلم الغيب لأهو ما يعلمش الغيب هو بيعلم بعد الأشياء اللي بيسترق الصنع بيها ويبدأ يقول للسحر اللي هو شغال عنده ويبدأ يقول لك بيحصل لك كذا وكذا وكذا زي مثلا أي واحد بروح لساحر بيبه مكلف كذا جن على المدخل بتاع البلد بتاعته أو الشرع بتاعه وإنت جاي من جب ما توصل هو بيكون عارف عنك كل شيء بيقول له الجن ده أو المارد ده بيسأل قريني اللي رايح للساحر يقول له راضي مثلا رايح فين رايح لفلان اللي هو الساحر يعني يقول له آه طب رايح يعمل يقول له مثلا رايح أعمل كذا 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 طب من لي عمله السحر فلان طب اسمه ايه كذا يبدأ أول ما الساحر تروح للساحر تقعد جدام وتقعد جدام وعارف عنك كل شيء منين من قرينك اللي معاك أول ما يعرف المارد اللي معاه من قرينك روح يقول له فلان جاي عشان خاضر كذا 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 يعرف يبدأ يقول لك آه انت اسمك كذا واسم أبوك كذا وانت بيتك شكله كذا وعندك كم ولد وعندك كم بنت ويعرف عنك كل حاجة منين من قرينك اللي هو حافظ عنك كل شيء هو يعني يه بتخيل الناس ان هو الساحر ده قادر الساحر ده إنسان خبيث وإنسان مجرم وإنسان كافر ولا يعرف شيء ولا يقدر يعمل شيء أصلا لأنه بيعبد إبليس عليه من الله ما يستحق بيترك العبادة ويترك دين الله عشان خاضر إبليس ينفذ له طلباته هو والمارد اللي معاه وردة ثاني ولا وردة جديدة تضرد يا وردة تضرد يا وردة أنا كنت مكلمة دوقت ومكلمة جضعة يا شيخ معاليش يا وردة معاليش بص يا وردة تعالي ومهمكيش حاجة خالص لا خلاص ماشي تعالي يا وردة للمركز مهمكيش حاجة شيخ ساعد سمعنا هوت لو ورحت لك أخت وردة خساعد يعمل معها الصح ماشي خلي بالكم أن المقصة مش موضوع فلوس يعني أي حد برضو ما عندوش مقدر على العلاج تحت أمره إن شاء الله نعالجوه وده يعني موضوع متاحيا طيب فالقصة اللي هي اللي بيسترق السامع وكده احنا عايزين دي موضوع يعني يقفل لإني ده هو لا يسترق السامع ولا يعلم الغيب هو بيعرف بعض الأشياء اللي بيعرفها منك انت عشان يقول السحر عليه عشان انت تصدق السحر وهو لا يعلم شيء أصلا طيب نرجع لموضوعنا اللي هو أعراض سحر العنوسة أو عدم الزواج احنا بتكلم ده كله عند البنت لسه الولد وقدام المراية دايما لبسة لبس مثلا يعني لبس مش كويس طيب وسط المراية لدرجة والله أنا يعني كان عندي حالة تقول لي أنا لازم جاب من نام يبقى فيه مكياج كامل نلبس لبس نوم كإني متزوجة وهي بنت وبيحصل معها يعني كزوج وزوجة بس طبعا في الحلم يعني فبيحصل طبعا كله ده من الجين لأن الجين خلاص هو كان جين السحر وابتدى يبقى جين عاشق وابتدى يعيش معها كأنه جوزها بالضبط يعني مين أبو عمر سلام عليكم عليكم السراحة بركاته فضل يا أبو عمر دايما شهدنا فضلك وبرك فيك حضرتك أنا عندي زميلي تعبان جدا عندي زميلي تعبان شوية تمام في العمل يعني دايما كان مستثم وكان بيصلي وكل حاجات تمام يعني وكي ففجأة مرة واحدة شرب سجاير وحطل يعني الحالة بتقوط لأغبالة خالصة يا سيد طيب زميليك دا بيقرأ فكوتو بسحر ولا حاجة لا لا مفيش أي حاجة داخل على مواقع فيها كتاب مثلا شابس المعارف ولا شيء مثلا لا لا حضرتك طب فحت على العصار ولا فحت ماشى مع الشيخ مندول لا والله هو بس هو كان زكن في بيت كده راح بيت جديد يعني عمله كده يعني من ساعة ما راح البيت ده وهو حزن طب فيه نمل في البيت نمل في البيت لا هو هو الأعراض عليه بس يا سيد طب فيه نمل في بيت ونامل لا مفيش طب أول ما بيدخل بيت وبيتدائج بين خنج طيب شعره بينزل لا دايما فيه يعني وشه أصفر زي ما كنت في دول تلوقتي وعنه برضو فيه صفار عنده كم سنة هو طيب عنده يعني 44 متجوز يعني وكده وعنده بيت وقصرته هو ده الانتكاسة ديت سبب حسد 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 وحسد قوي احنا قلنا أن جن الحسد أقوى من جن السحر نعم العلاج سيدنا إن شاء الله نعم العلاج العلاج بأمر إيه العلاج أنا ماشا أنا نزل على الصفحة إن شاء الله علاج الحسد أنا تكلمت فيه تعمل إيه لكن أنا نقولك سريعا يعني ديت موقعة لو جاب معا نتيجة ضعيفة اللي هي مش مرجوة يعني يعني ممكن يكون فيه سحر معاه تاني فيتعالي الاثنين مع بعض هو أتجيب إن شاء الله حلة ماء كبيرة كده وتقرأ عليها الرقية أي أن كانت الرقية حتى للمعازتين بس اللي تقدر عليه وتحط على ماء زيت ورد وورق زعفران زيت ورد وزعفران وورق سدر بس يكون زعفران أصلي يعني يكون كويس تمام وتقرأ عليه الرقية وبعد يستحمى بيها لمدة أسبوع ورش الماء في بيته وكل يوم بليه جاب منام في رقية عندي على الصفقة دي يسمح كل يوم بليه جاب منام حط سماعات ودان ويسمح جاب منام بليه كل يوم ورش الماء اللي هتنزل منه في كل بيته وفي كل حاجة يملكه عربية مثلا محل أي حاجة يملكه يرش الماء دي فيها تمام حضراجتك سيدنا ومعارش أنا كان عندي خلفية شوية من حاجات دي فأنا عملت له اختبار عملت له جبت له جبت له جبت شوية الماء وقارت عليها الروكية الشرعية وشربها فقلت له الماء عمليه قال الماء مر شوية ومغز في بطنه بسيط وكذا ممكن يكون في سحر كده مع الحسد نأكل مثلا أو مشروب تجريبا هو ده يعني الماء دي برضو ممكن الجن يغشك فيها يعني بتبقى الماء مش مرة بتبقى تجيلة كإن ماء كإن ماء تقبار فلو هو حس حضرتك أنا عملت يعني مثلا برضو خدت الماء وبقيت شوية ما قارتش وقدتها وإيه الماء عمليه قال لي لا ما قلتش قارت عليها حاجة طيب وكده ممكن يكون معاه سحر مع الحسد فلازم يتعالج السحر يبقى نقولك لا لازم يجي المركز يتعالج لكن لو حسد اعمل لو يتلك عليه إن شاء الله بإذن الله يخف بإذن الله رب نحفظك نشكرك نشكرك طيب إحنا زي ما نقوله بنأكده أن الجن الحسد أقوى من جن السحر أنه بيقلب الحال إنسان كان بيصلي ما عادش بيصلي إنسان كان بيكسب ما عادش بيكسب إنسان كان بحبي بيته ما عادش بحبي بيته إنسان كانت صحيته كويسة مرض عيالك كانوا كويسين مرضوا عيالك كانوا بيأكلوا ما بيأكلوهش عيالك كانوا صحيتهم كويسة انقلبوا كل ده من إيه؟ ده اللي هو في الوقت في الحال ده هو ده الحسد هو ده المدمر هو ده اللي بيقضي لأن الحسد جنه غبي بينظر في الشيء أو خلاص هو بيضمره لكن جن السحر لا جن السحر الزكي بيخطط لك على المدى البعيد إنه يضمر حياتك بس بإسلوب لكن جن الحسد لا أول ما الحسد بيكن في قلبه الحقد للمحسود ويبدأ ينظر له ده معه جن وشيطان لأن اللي بيحسد ده معه جن هو معه جن إبليس ينكلف معه جن بيطلق عليه جن من اللي معاه كمان بيضمر الشيء اللي هو قد ده أحلام تفضلي أحلام تفضلي أتفضلي أتفضلي سمعك 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 عليكم السلامة أتفضلي حضرتك أنا كنت أنا وجوزي حضرتك أنا وجوزي كلميني من التلفون يا أحلام بقى كمان بكلمات كم من التلفون حضرتك والله تفضلي أنا وجوزي كنا رح نعاني الحضرات اللي شيخوا كده لأنه كنت في أور الجواز كده كنت بحش أن في حاجات خيالات وراه في قلب المضاح وكده كويس ايه تمام ما كل شيء بيجي لي تقتني أن أنا لنظف ولا أعمل أي حاجة في قلب الشاء ده أولا فبعدان رحنا الشيخ وكده فطلب حاجة من قطري يعني تكون لسا ألعاها فادتاله فبعدان لما دتاله كده فاداني حجاب فأنا الصراحة ورميتهم بعدها بشهرين ولا حاجة كده رحتحت رمية الحجاب ده ودني مية وحاجات كده أحطها في قلب المية واستحمى بها يعني وكده النتيجة أحلى النتيجة أخير الأخير إيه بقى الأخير يعني اللي احنا رحنا كذا الشيخ وكده فالمهم قال لك قال لي جوزك يا معمول السحر فكان بيقرأ علي ركا الشرعية وكلام ده فكان بيسرح وكده وكان بيعد يعمل فقال له هتأخذ الخاتم ده ومش عسى ومش هتشوف أي حاجة فالجوز بعد ما أخذ الخاتم ده ما كانش بينام إطلاق نعم أما أنا بقول لما بجي أنام مثلا يا أحلام انتو رحتوا المجرمين يا أحلام انتو رحتوا لصحر يا بابا انتو رحتوا لصحر ضمروكم أيوة تماما خد أطرك يا أحلام ليه؟ عشان يشمموا للجين عشان يلبسك جين أقوى من اللي عليك ادى زوجك خاتم ليه؟ عشان الخاتم ده مطلسم عليه طلسم سحر ومعهم جين الجين اللي عازوجك قوته 50% بقى 70% الجين اللي عازوجهم ما كانش بنيمه لأ التاني جه نيمه غصبا عنه لأ نكنش بينام واطلاقا يعني لما لبس الخاتم ما كانش بينام واطلاقا ما كانش بينام ما كانش بيعرف يعنام خالص قلب حالو يا أسماع يا أحلام ده ضمار يا بنتي ضمار والله أنت مرحتش لحد يعالجك يبقى أنت راح تضر نفسك فأنت لازم تتعالجي أنت وجوزك يا أختي خلفت يا أحلام لا لسه والله ربنا ما قرمش عند الجوزة بارك كم سنة خمس سنين طيب يعني اللي أنت على الكتدة كله وضمرت بي حياتك حتى لو خلفت أضمر لك أولادك يا بابا فلازم تتعالجي صح يا أختي حتى أنت تخلي فيه وتعيش حياتك لأن أنت كده معك يجبني في الرحم والسحر اللي يروح تينه ده أنا متأكن أنت كنت بتحلامي به بعد يعني بعد ما أخد الحاجة من أثرك أو لبسك الداخلي صح؟ أيوة سماء لأ لما بذكر اسمه بس أو بذكر حاجة بتعب يعني بتخنق وبعية طيب بتحلاميش إن بينك وبينك جميع يا أحلام؟ لا لا ما حصلش حاجة ذا كده صعب لا لو كده يا أحلامي ببتحلامي بيه لا لا لما بس بذكر اسمه مثلا أو أقول أي حاجة مثلا جيب اسمه أو كده أو أقول مثلا ده هو درني بتحنق وبعية ده مجرم وبينه كل جزء ليناني ده مجرم ربنا ينتقل منه يا أحلامي ربنا ينتقل منهم يا أحلامي دول دمروا الناس فحاول بقدر الإمكان أنا أجي نصيحة يا جماعة والله دايما نقول أولا عطرول لحد يقول لك هتأترك أولا عطرول لحد يقول لك هت اسم أمك أو اسمك أولا عطرول لحد يقول لك خد حجاب حجاب دا أنت عارف يعني إيه حجاب أو لا حجاب دا يعني هو حالة طلاثم السحر فيه وشيلهولك عشان دايما يبقى حرصك الجن الجن بيطبق حاجة هو الروح يعمل الفلانة دي كذا كذا أنت عملت لنفسك سحر بسحر يعني رحت علقت سحر بسحر تاني علقت سحر ضعيف بسحر قوي ما فيش نتيجة لكن السحر يتعالج لازم تتعالجه السحر مين؟ دوابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي يا خلي هو بس حضرتك تعليق بسيط هو أشد أنواع الضرر بيصد به الإنسان هو السحر الدليل على كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يحسد ولم يمس ولم تحسدش ولا تنظر ولم تمس لكن التحر هو أشد أنواع الضرر أما حضرتك بعد إثنك بس فيه فيه مدخل عملها شخص قابلي قال أنه صفرة ووش أصفر للشخص ده فإحتمال كبير يكون عنده الصفرة ياريت يحلل عشان خاطر الحكام مش ممكن ما تكونش حسده بس يا أخي دوابة هو ما قالش للشيخ غير لما رح حلل عشان خاطر ممكن يكون عنده الصفرة خلي بال حضرتك وممكن يكون يعمل تحليل عادية الصفرة لها تحليل معي بص يا أخي دوابة صفرة مرض خطير بص يا أخي دوابة هو بقولك هو رح عمل كل حاجة هو عالج نفسه فما فيش نتيجة تمام لا بس يقول عنيه صفرة وشه أصفر وعنيه صفرة يا أختي يا دوابة هو أب ما يروح للشيخ بيكون راح عمل كل حاجة لا بس خلي تأكد عشان أحسر تأكد عشان غياح الأخ دوابة أحسر لا تتدور حالته لا يكون مريض مرض الصفرة وده مرض خطير رب ليسلم اتأكد وعمل تحليل كبد وعمل تحليل كل حاجة رب ليسلم طيب أنت كنتم تقولي اللي قبله يا أختي عشان بس نقلل آه آه يا أخي دوابة السحر هو أشد أنواع البلاء الروح اللي بيطبر لا هو أشد أنواع البلاء الحسد لا السحر اتأكد على كده الرسول صلى الله عليه وسلم مخصرش إلا بسحر لأن السحر أكله طيب لا أنا عم فهمك أنا عم فهمك يا دوابة النبي انحسد السحر ليه ومن انحسدش ليه أنت عارفة ليه لأن السحر ده مرض بيأتي لكل إنسان لكن الحسد حسد شيطاد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصا نفسه كان ده النبي صلى الله عليه وسلم فالجن الحسد ما يقدرش يروح له لأن ده نبي صلى الله عليه وسلم تمام لأ عشان كده عشان أنت عشان كده نشكرك يا دوابة أنت خلي بالك يعني مؤتصالك جميل جدا والله الحسد يروح للإنسان اللي ما بيقولش الأسكار الإنسان اللي ما بيصليش الإنسان اللي مثلا طيب لكن الإنسان الطالح والصالح النبي وغير النبي بيجيله مرض السحر فهو ده اللي احنا بتأكد عليه إن السحر مرض بيأتي لأي إنسان بيأتي للأنبياء ويأتي للصالحين ويأتي للطالحين ويأتي للمجرمين ويأتي للفسدة ويأتي لكل شيء ليه؟ لإنه ده مرض مرض يدخل جسمك تمام؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مرض أو جاله مرض مرض السحر طيب النبي من حسدش ليه؟ عشان خاطط ده النبي صلى الله عليه وسلم دا النبي كان الكامل الحسد بمقدارت يروح له له لانه مش مكلف لأ مولع يروح يا وحق باركاً من نبي صلى الله عليه وسلم عشان كده دي معلومة نأكد عليها انجن الحسد يختلف عن جن السحر دا ده جن مكلف بمرض دخل جسم الانسان عشان كده لازم السحر يعالج يعالج اولا وبعد كده يعالج الجن لان الجن ده عرض للمرض عرض للسحر ظل ما انت بتعالج العرض بس بتعالج الجن بس وانت مش هتوصل لنتيجة ولا هتعالج حد عالج المرض دفسه اللي جوه الإنسان وبعد كده جن الحاس جن السحدة عيمشي الوعده حتى من غير ما تقرأ عليه الرقية لأنه بيفهم وبيعقل أنه بضر الإنسان أول ما التكليف بتاعه بيمشي من دمه خلاص هو بيمشي ومعادش يبه فيه شيء تاني ناخد مريم مريم فضال يا مريم حذرتك عند بابك عند ابني يعني هو حساس لتخذ وكدي مش عارفة دي يكون بيعمل تصرفات غريبة وبيقعد وشه الصفر خالص هو أختي يعني حساس لهم مخبة يعني كده ده ابنك بيعمل حاجات غريبة كده يقول عايز يعني الأكل يخطه في المية ويقول يعني خرب على طول ده ابنك يا مريم ابنك مش عارفة زا كان حسد وزا سحر ولا هو أصل الفجعة اللي تفجحها ولا يبس يا مريم ده ابنك صغير يعني يعني سنتين ونص سنتين ونص طيب بيفزع ونايم بيتفزع يقول مفزوعه هو نايم ايو ده خالص يقول يسرخ وهو بيلعب كأنه بيلعب مع حد يقول يسرخ جده ويقول يكلم كده برد من كلام وكانه شاهد حادي ومرة صور صور التليفون شوفت حادات كده عنها زرجة عنها حمر وزرجة في الصورة الصورة واضحة في الكاميرا لكن مش شايفة لهذا جدا لا مش هتشوف الكلام ده بس هم منبلغوش بس طيب ابنك يقوم مفزوع من نوم يشاور على حاجة أو يمسك يدوم ويقعد نفف فيها ولا حاجة ايو ويقعد يلبس لدوم اخته الصغيرة وعايز يلبس لدوم في مثلا الفلينة بس افردله زي بمقرون انت كنت بتعالجي بالسحر تكلم مع حد بحشت وجدي برد كده بالكلام كنت بتعالجي بالسحر قبل كده يا مريم ولا حاجة كان حصلات لحدك كتير والله يا رسل تديني رقم تلفونك حدرتك عشان يعان حدك كتير طيب بص يا اخت مريم كان حسد ولا كان سحر ولا يفقق لا هو معالي اتنين يا مريم والله اعلم يعني الله اعلم انه وفي سحر سحر وراسي منك انت عشان دي عراض تبقى قوية على الطفل ده ممكن يكون في سحر ها من ابوها خالص حالت ومشاهد سحر وراسي منك انت وممكن ومعه مس فالمس اللي بخليه يعمل الكلام ده يا مريم فلازم اتعجوا انتو باتنين يا مريم وبحس دايما الحد بيرجدني زي اللي ما حلطك عملها دا ومش ورايا بيسمين بيجسس علي بيسمعني طيب حدث تقول تتكلم معي زي كانوا قاريني كده حاجة تقول لي ده فلان يسمعك فلان بيتكلم معك يعني حدث ده دا جن عادي يا مريم وقالا مش عايزها تتكلم معي بس مش عارف دا جن عادي يعمل اكتر من كده لكن انت كده في حاجة عندك وانت اللي ضررتي ابنك لاني في سحر وراسي مع الولد ده والله اعلم يعني يا رد فضل لنا خلاصة هوت فاحنا عايزين بلاشت المدخلات اسم محمد نقول اللي ايه يعني كفاية يعني نعتزر للمدخلات عشان في ناس تبعز المعلوات طب مدخلات طب يعني ايه خدنا الاتنين فناخد الديتين فضلين دول عراض سريعة زي ما احنا قلنا العراض اللي هو 14 حب الشهوات 15 حب النظر في المفاتن يعني رقم 16 الفاظ القبيحة دايما هو كان كويس وبدأ ابتدت تلفظ الفاظ قبيحة دايما الالفاظ اللي مش كويسة بتنطق بها على طول دي برضو بتبقى عرض من اعراض السحر يعني او اني ملبوسة بجن او غيره ممكن يكون جن عاشر ممكن يكون جن حسد بس المهم انه في مشكلة عندها تدور عليه طيب رقم 17 مشاكل في الدورة دايما على طول لدي المشاكل عندها في البريد دايما مش مزبوطة بتجدم وتأخر دم يزيد دم يجلب مغص بألم بكذا كذا كذا برضو واحدة عيقول لي تروح للدكتور زي ما الاخت توابكت بتقول اه روح للدكتور وخذي بالاسباب وروح للدكتور واثنين وثلاثة وعشرة مفيش نتيجة دور على سبب تاني ممكن يكون من المس او حسد او غيره وده زي ما احنا قلنا ان الجن بيغير الهرمونات يلخبط الدورة يلخبط ينزل نازيف يعمل ورم ليفي يعمل التعبات في الراحم يعمل كل ده طيب رقم 18 عدم التماسي لأعذار ما بتلتمسي لأعذار لحد اي حد يعمل مشكلة يبقى انت اللي ضمرت الدنيا وانت عملت كذا وانت خليت كذا وانت 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 ده بيبقى عند الانسان المصحورة بسحر عدم الجواز حتى بعد ما تتجوز الجين طبعا بيسيبها تتجوز اه ربنا بقدر انا تتجوز خلاص تتجوز يباعد كي يعمل مشاكل عشان يضلكها منزوشها بشاكل بدون سبب يعني طيب رقم 19 خنجة وضيقة عند استماع فرح او خضوبة الاول ما تسمع انه فلانا خضبت او فلانا جالة عريس او فلانا طبعا موضوع بيبقى اي صعب تكفر على نفسها تعيط نرفض زعج تشتمل حواليها مش طيجة حد كل ده بيبقى ايه تأثير نفسي والجين اللي بيزود عليها تأثير نفسي ان تحبط وطبعا تدبل كانها وردة بتدبل وبتضيعي حياتي رقم 20 تغيير في المزاج اول ما تسمع صور سيرة عريس ده حاجة تنيظة او ما تسمع سيرة ان فيه عريس جاي تبدأ تتغير انت كنت كويسة دلوقتي اذا انت لا انا مش عايز ارسال يا بنتي طب ده كويس لا ده في كذا يا بنتي ده كويس لا ده طويل لا ده رفيع لا ده تخين لا ده ده اهلو مش عارفتي لا المهم تطلع فيه اي حاجة يعيبه خلاص منهم العريس ما يجيش البيت وخلاص قولك انا مش عايز نتجوز وما فيه السحر ولا فيه شيء مع اني بيكون اللي مقصر عليها كده هو الجين رقم 21 خروج ريحة كريهة عند وجود عريس اول ما يكون فيه عريس جاي تشم منها ريحة وحشة ممكن يشمها العريس لوحده يعني تقعد بعريس لشوفها لرؤية الشرعية فاول ما يشوفها تشم منها ريحة وحشة معيني حطة برفن يعني مفيش وهدوم جديدة وكل حاجة تماما بس هو بيشم منها ريحة وحشة ليه؟ الجين بيطلع عن ريحة دي عشان خاطر خلاص دي نفسها مش ريحة ومش حلوة لا دي مش مهتمة بنفسها لا دي ريحة كذا لا دي ريحة وممكن يكون يجيب ريحة كمان العريس بيكرهها تخلي البنت تحطها عشان يكره اه دي برفن ده مش حلو لا دي لبسها مش منظم لا المهم ان شو شكلها او شم منها ريحة مش كويسة طبعا بينفر منها ويمشي واحد يقول لي الشيخ يعني الكلام ده مبالغ فيه لا انت لو عشتوا عتقول مش مبالغ فيه لو عشت الحالات اللي بتجينا كل يوم عشان خاطر العرب اللي احنا متكلم عنها ديت وفعلا موجودة عتقول لا ده موجود لان موجود عندنا موجود احنا بنشافوه موجود كل يوم بيجينا في المراكز بتاعتنا عشان كده موجود لكن انت تقول لا يعني عريسها يجي يطلع منها ريحة وحشة اه عريس يجي يطلع منها ريحة وحشة وتقول لفظ مش كويس وشكلها يتغير وريحتها كل ده موجود طيب الحديث بيستفز للمستدع دايما تقول لك انت بنت مستفزة دايما استفزاز في كل شيء متسلطة دايما انا اللي بنعمل دايما انت غلط دايما انت كذا دايما حتى العريس اللي بيجي لها تحسسه انه احسن منه تحسسه ان انت ملكش ايمة ايه يقول لك لا يا عم دي متكبرة لا دي انا مناخدهاش لا كذا ليه الجن بيخليها تحسب ده عشان خاطر يبعد عنها انها بنت عادية وانسانة عادية جدا اول ما يجي عريس تعيش دور الايه الاستفزاز عليه فالله المستعان يعني رقم 23 كويبيس تقول لك دايما كويبيس يدوب انها من حط الماء على المخدة كيان واحد ابض على نفس يعني موتني طبعا ده بيبقى ايه انه هو بيبقى بيضمر بيخلي انسان خايف ومرعوب كل ما نام يحصل لي كابوس وموت بيقى عمل حاجة على ويصحى دم قدامه كل ده بيبقى سببه ان فيه جن بيضمر حياة الانسان طيب 24 احلام بالفشل دايما تحلم انها فشلة او الانسان ده يحلم انه فاشل دايما ان انا عملت مشروع فشل دايما ان انا خطبت وسبت دايما ان انا رحت مشوار وعملت حادثة دايما ان انا رحت جبت لبسه وطلعش حاله دايما رحت مثلا حد شتمني دايما تعاركت مع فلان كل حاجة بفشل 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 لما الفشل ده يطبق عليه في نفسه يبقى نفسه فشلة نفسه قبيحة نفسه مش كويسة لانه طول الليل قاعد بيحلم انه فاشل فحاجة بيطبق عليه الجن في حياته في الاحلام طيب ماشي رقم خمسة وعشرين واخر حاجة زي محمد دول الاحباط واليأس دايما محبط اقول لك انا حياة مش حلوة والدنيا والغلى واللبس والدنيا وفلوس وما بيش فلوس وما بيش كذا كل حياته محبطة وكل حياته متضمرة ليه عنده احباط ويأس وعدم تفاؤل وكل حاجة عنده مش كويسة ومش حلوة وفلان ده مش حلو وفلان ده وحش وفلان ده بيتكلم وفلان ده بقول ودايما الناس كلها وحشة عنده او عندها وهي يعني كويسة دي من ضمن الاعراض ان شاء الله الحلقة القادمة نتكلم على باقي الاعراض اللي تخص العريس ونتكلم على الاعراض العروسة ونتكلم على الاعراض اللي تخص العريس باقي ديت عشان حاجة خاصة بالشباب كده ونعتذر للمتصلين ونعتذر للمدخلات احنا بنأمل يعني بناخد بقدر الامكان عشان نقدر نجاوب على اسئلة ونقدر يعني ايه نقول الاعراض نشكركم على حسن استماعكم سبحانك لهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشهد ان اشهد ان اشهد ان اشهد ان القادمة باقي الاعراض اشهد ان اماضي